اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا لوالعليا بلا حامل أكلكم عن حمله قد أباء أين الإباشم أين الإباء ما للعلا لم تلف منكم نباء هذا لوالعليا بلا حامل أكلكم عن حمله قد أباء أكلكم عن حمله قد أباء بعد مقام في ذرا يذبل بعد مقام في ذرا يذبل كيف رضيتم بمقام الربا بعد مقام في ذرا يذبل كيف رضيتم بمقام الربا ما جاءكم أن العظيم الذي على الثرية مجدد ماذا به؟ مضى إلى الرحمن في عصبة لنصر الرحمن قبل اجتبى وخلفوا وخلفوا عزائز الله من دون محام للعداء من أباء وخلفوا وخلفوا عزائز الله من دون محام للعداء من أباء للعداء من أباء من أباء من أباء من أباء وخلفوا عزائز الله من دون محام للعداء من أباء إن التي يسجف أستارها جبريل أضحت في وثاق السبا إن التي يسجف أستارها إن التي يسجف أستارها جبريل أضحت في وثاق السبا تودل وأن الدجاء سر لما عن الرائلها غيبا يا غيبا غيبا وإن بد الصبح دعت من أشن يا صبح لا أهلا ولا مرحبا لا هلبيك وإن بد الصبح دعت من أشن يا صبح لا أهلا ولا مرحبا لا أهلا ولا مرحبا ليش؟ أبديت يا صبح لنا أوجهان لها جلال الله قد حجبا أبديت يا صبح لنا أوجهان أو جغان أو جغان لغا جلال الله قد حجبا يا هاشم العليا ولا هاشم ولا واحد ولا سيد اسمع الخطب قد أعضل وأصوا صفا وأصوا صفا ما صد أسمعكم عن نداء زينب ولهفا على زينب وقدرت ألا محاغا من لغا لكن حدا هالثكل أن تندب تدري ما حادي جاوب بس مجبورة وقدرت ألا محا من لغا لكن 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 حدا هالثكل أن تندب أن تندب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون خلوني أقولكم شيء كل سنة من واحد محرم إلى أن تنتهي مجالسي سبع صفار فنتوجه للطريق نخدم أختار موضوعا معينا وأستمر بيه حتى وإن تغيرت الأماكن والمحافظات ومعتبار المجالس كلها تبث في هذا الفضاء السنة اختارت موضوع الإمام المهدي عليه السلام من واحد محرم إلى الآن اختارت بحث الإمام المهدي لكثرة الأسئلة عن اهتمام الناس لكثرة الطلبات علية وأنا أدري بحث الإمام المهدي واسع مو سهل يعني بحر مترامي الأطراف بحيث من واحد محرم إلى الآن نحن بعدنا بمحطة أولى وهذه المحطة من عشرات المحطات هنا أنا المجلس باسم الإمام الحسن عليه السلام أقدر أجمع بينهما نعم أقدر هم الإمام الحسن هم صاحب العصر والزمان سلام الله عليهما فمن ضيء حق واحد من الإمامين عليهم السلام كيف تقدر تجمع بياناتهم من تبحث عن الإمام المهدي أقدر كيف الآن سأبين أصلي إن شاء الله تعالى أنه بحث الإمام المهدي يرتبط بديننا ويرتبط بدنيانا بدنيانا بعدنما وصلت بديننا هذه من الله كملت ارتباط بحث الإمام المهدي بالشريعة هذا بعدني به والأخلاق كيف يرتبط بحث الإمام بذلك بيّنت حيثيات متعددة منها توقيعات إمام زماننا باعتبار إمام زماننا عنده أكثر من مئة توقيع بعض هذه التوقيعات عقائدي بيّنت تكملت الكلام بي وانتقلت إلى توقيعات إمام زماننا التشريعية توقيعات تشريعية يعني مرتبطة بالفقه أسئلة وصلت الإمام زماننا في زمن الغيبة الصغرى وإمام زماننا جاوب عليها من خلال ما يعرف بالتوقيعات واتكلمت عن التوقيعات مفصلا للأحبة اللي تابعوا المجالس اللي ما تابعوا وبعض ما أعرف توصلنا إلى توقيعات الإمام الفقهية وبينت بعض نماذج الآن أبدي بالجديد إن شاء الله تعالى نتوكل على الله نتوكل إن شاء الله جيد أكو سنة إخواني إحنا كمتدينين نعتقد بها وهي فارضة نفسها على أرض الواقع فارضة نفسها يعني ما حد يقدر ينكرها لا متدين ولا غير متدين نعم قد نختلف بأسبابها نختلف بمعاييرها أما بأصل وجودها نختلف يوم نختلف ما نختلف كما سأبين سأقول يا شنو حتى نعرف نختلف يا شنو أقول الآن سأبين شنو هاي السنة إن شاء الله هاي السنة أقدر أعبر عنها سنة التفاضل التي تشمل كل المخلوقات حسب الظاهر كل المخلوقات سنة شنو التفاضل طبعا الكلام شوي شوي يصير حلو تحملوني بالبداية خلني نأسس والدور هو البحث كالعادة وكالطريقة اللي يحضرون مجالي يعرفون بعدين من نمشي بالبحث كل ما نتقدم بيصير أجمل إن شاء الله زي أكو سنة عنوان سنة التفاضل تفاضل نحن كمتدينين نعتقد بها طبعا لعلم الأحر هاي السنة سنة التفاضل مو فقط بين الناس وإنما يعني تشمل حتى الزمان وتشمل حتى المكان وتشمل الإنسان شايف شلون وهكذا بقية الأمور سنة أكوان التفاضل هسنا نحن كمتدينين هذا التفاضل نعتقد إجاب معايير يوم من دون معايير إجاب ملاكات يوم من دون ملاكات نحن نعتقد هذا التفاضل جاي بمعايير وملاكات إلى ملاك وإلى معيار في الواقع بالله لتفتؤ لي أرجوكم يعني ما جاي اعتباطا لو بشكل فوضوي لا جاي بمعايير وبملاكات هذا التفاضل هم كمالهم على درجات يعني مو بس الناس العادين يتفاضلون فيما بينهم حتى خواص الناس مو فقط عوام من الناس خواص الناس هم يتفاضلون فيما بينهم أكو كامل وأكو شنو أكمل أكو فاضل أكو أفضل وأكو مفضول هذا موجود ذاك موجود وكل من يفضل بمقدار وعايته القرآن الكريم يقول والله أعلم بما يوعون الشعور التعبير عجيب واقع والله أعلم بما شنو هذا القرآن الصامت القرآن الناطق ماذا قال لما طلح هو كميل قل شي يقول للكميل يقول لإن هذه القلوب أوعية فخيرها طبعا لما يكون أوعاها خيرها يعني الأوعى يكون أفضل يوم يكون أفضل بعد خيرها يقول علي فخيرها أوعاها لما نقول بهالشكل هذا والله أعلم بما يوعون خيرها أوعاها يعني التفضيل إجاب معيار بملاك يوم دون ملاك وواضح بعد وعلى أساس وعاء إذا على أساس وعاء يعني أكو ملاك بمقدار قابليته إيجاد تتحمل من الفيض مثلا على سبيل المثال إيجاد ما يتحمل أكثر ولهذا تشوفون عندنا ليالي عادية وعندنا ليلة القدر ليلة القدر أفضل لأن ليلة القدر صارت وعاء لنزول القرآن مثلا مثلا ما تقولون قرآن مثلا عندنا الأشهر كلها لله تعالى بس صار عندنا أكو فالشهر أفضل من بقية شهور شهر رمضان مثلا هاي على مستوى الزمان على مستوى المكان الأرض كلها لله لكن أكو بعض الأماكن إلها فتشاء خاص ولهذا على أساس ذلك رب العالمين هم اختارها ويعني اعتنى بها عناية خاصة كمكة المكرمة مثلا كعبة المكرمة مراقد المعصومين عليهم السلام المساجد بيوت الله تعالى وغير ذلك أكو أماكن ألها فتشاء مكانة وأفضلية خاصة زمان إنسان إنسان فضلنا بعض النبيين النبيين خواص الناس وعوام الناس خواص مع ذلك فضل الله بعضهم على يعني حتى الخواص هم كمالاتهم مواحدة متفاوتة متفاوتة فضلنا بعض النبيين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله كذا القرآن الكريم يمشير لهذه الحقيقة وهكذا الأئمة نعتقد الخمس أهل الكساء أفضل من غيرهم من بقية الأئمة عليهم السلام بقية الأئمة أهل فضلوا علموا منزلوا كراموا أهل نعتقد هذي الكساء أفضل من بقية الأئمة نعتقد مثلا إمام زمان أفضل من البقية الأئمة من أولاد الحسين ماذا لي واضح الكلام الأمام المهدي نعتقد أفضل مثلا من البقية الأئمة لهم يأتون من بعد الحسين من أولاد الحسين إمام المهدي أفضل ولهذا الإمام الصادق يعبر عننا لو أدركته لخدمته عن الإمام المهدي لو أدركته لخدمته طوال أيام حياتي يقول الإمام الصادق عليه السلام هذا شنو من كلام هذا أخدمه أو يقول سيدي إن غيبتك نفت رقادي الإمام الصادق سيدي يعبر عن المهدي سيدي يعبر عنه درجات طبعا بالروايات الشريفة تشوفون هاي الأفضل بميلاكها بمعيارها كما بيّنت هاي الأفضلية هم حتى رواياتنا بيّنتها بطرق متعددة وبينتها بأزمنة متعددة وبينتها بأشكال متعددة حتى تبين هاي سلّم الدرجات إذا تلتفتولي سلّم الدرجات طبعا هذا بالجانب الإيجاب الأعلائي بالجانب التسافلي هم سلّم دركات هنانا سلم درجات هناك سلم شنو دركات هنانا صعود هناك نزول هذا بمعيارة وذاكه بمعيارة هذا بملاكة وذاكه شنو هم بملاكة ماكو شي فوضوي زين مثلا لما نرجع للروايات الشريفة اذا الاحب يلتفتول قلت زين وين هذا الجانب التشريع بتوقيعات الامام وين الامام الحسن واشتور راح تربط اقول كله سيأتي بس في خطوة خطوة يومو خطوة خطوة تحملونا الخطوة الاولى من نوصل خطوة ثانية خطوة ثالثة ان شاء الله راح تنحل المشكلة ونوصل للمطلوب للريدة الآن خطوة خطوة مثلا لما نرجع الرواياتنا الشريفة على سبيل المثال لما نرجع الرواياتنا الشريفة تلقون بالروايات انه تفكر ساعة الزين الذاكرة اسعفتني احسنتم تفكر ساعة خير من عبادة شكثر سبعين سنة في بعض الروايات سبعين سنة في بعض الروايات لعله سبعين الف سنة ما دري واضح الكلام اشوف شقد فرق تفكر شنو خير من عبادة من دون تفكر التفاضل التفاضل شغال حتى هنانا يعني مثلا زيارة الحسين برواياتنا الشريف وبالروايات المستفيضة يعني مو رواية مو اثنين مو ثلاثة حتى تقول لي سندها روايات متضافرة روايات يعضد بعضها بعضا يقوي بعضها بعضا بأسانيد متعددة مختلفة مو رواية واثنين روايات زيارة الحسين تعدل عشر حجة زيارة الحسين تعدل مثلا يقول للإمامي يقول له أنا حجية عشرين مرة الإمامي يقول له لو أكملتها مثلا إلى الواحد والعشرين لكنت كمن زار الحسين مرة واحدة روايات مو زيارة تقول لي لا باجر أجيب المصادر ومو فشي روايات موجودة بأهم مصادرنا تعدل ألف حجة ألف ألف حجة سبعين ألف حسب معرفة الزائر وإخلاصة وكذا خلاص التفاضل هنا أنا موجود أو ما موجود موجود وأهل البيت هاي الأرقام معتباطة يقولوها هناك يقول له واحد وعشرين هناك يقول له عشرة هناك يقول له كذا هناك يقول له معتباطا هاي بمعيارها من الصير سبعين بمعيارها من الصير ألف ألف بمعيارها من الصير واحد وعشرين حجة بمعيارها كل شيء هم بملاكة ومعيارها وكل شيء محسوب حسابها يعني كل شيء محسوب شنو؟ حساب نصعد مولانا بالخيرية والتفاضل سبعين ألف مئة ألف شي تريد تقول ألف 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 يعني مليون كما يقال أصعد 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 إلى أن تشوف بعض الروايات لا بعد تصعد فوق هذا الحشي كله تصعد فوق هذا الحشي كله يعني الرقم يوصل إلى درجة بعدها ما تقدر تعدها ولا تقدر تحسبها الأفضلية هي اجتصل مرحلة هي اجتصل مكان شلون أقول لك مثلا عمل من الأعمال ورد عدنا بالروايات إذا سوي خير لك مما طلعت عليه الشمس خير لك مما طلعت عليه الشمس يعني خير لك من العالم كله بعد هنا أنا مو قضية هل جيد كذا بعض الروايش توصل مرحلة خير لك مما طلعت عليه هس الشمس تطلع على العالم كله ومو على العالم كله والكل يستفيد منها الشمس الكل هم يستفيد منها تقول أمر من الأمور إذا هذا تجي به خير لك مما طلعت عليه الشمس نحن الحافظي بهذه اللفظ أنه يا علي هذه مشهورة ومحفوظة عندنا لكن لما تبحث بالروايات تشوف مو بس هذه مو بس هذه أنه مو فقط لإن يهدي الله بك أحدا مثلا أو واحدا لكان خير لك مما طلعت عليه بالروايات تلقى مو بس موضوع الهداية لا عدة أمور وبعض هذه الأمور مرتبط بالجانب الفقهي اللي تأشر عليه توقعات إمام زماننا وبعض هذه الأمور اللي جعت بلسان خير لك مما طلعت عليه الشمس مرتبطة بالإمام الحسن هس عرفت الشون ارتبط البحث يوم عرفت هذا الناظم أو الجامع اللي يجمع أطراف البحث كلها يعني الروايات تصل إلى درجة بموضوع الأفضلية حقيقة يحتاج دراسة تأمل تدبر وقفة شنو خير لك مما طلعت عليه الشمس يعني خير لك من الدنيا كلها هذا حاولت أجمع رواياته بأمهات مصادرنا الروائية أنه شنو الأمور اللي خير لك مما طلعت عليه الشمس إذا تأتي بها أو تعرفها أو تسويها هذا الشوفوه مهمي أو لا مهم على سبيل المثال من اللي لقيته بالروايات الشريفة بهذا الجانب أول شيء أقوله الأمر المعروف عندي وعندك أول شيء أقوله هذا طبعا بين يدي بحار الأنوار مجلد تسوطعش عنوان المجلد تأريخ محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله على سبيل المثال في صفحة 167 الرواية هكذا لأمامي قال علي عليه السلام لما بعثني رسول الله إلى اليمن تذرون النبي بعث أميره إلى اليمن في آخر حياته آخر حياته الإمام علي صار قاضي باليمن ومنكن بدرة بدرة التشيع باليمن والإمام علي عليه السلام لما إجب خلافة للكوفة عشائر يمنية كبيرة إجت سكنة الكوفة همدان النخاع غيرهم الأشعريون ذولا كلهم أبناء يمن إجوا سكنوا الكوفة بعدين سفرهم زياد سفر بعضهم طبعا زياد بن أبيه إلى مدينة قم ومدينة قم كانت مجموعة عن قرى اسمها كومندان كما تقول كتب التاريخ الأساسية فجمعوها ومصروها وعرفوها فسميت قم قم عربي اسم عربي هذا بسبب الأشعريون اليمنيون الكوفيون اللي هجرهم أكثر من خمسين ألف هجرهم زياد بن أبيه إلى قم وأول من بذر بذرة التشيع في إيران هم هؤلاء أول بذرة للتشيع في إيران وبدأت تتسع يعني هاي البذرة قام تكبر أول بذرة لحب آل البيت في إيران هم ذول الأشعريون اللي هجروا من الكوفة بزمن زياد ابن أبيه سكنوا هناك وقاموا ينشرون تشيع وهو رادي ضر التشيع فشنو فنفعه وانتشر التشيعهم بتهجير هؤلاء الشيعة الكرام أبناء الكوفة واللي إجود الكوفة من اليمن شوفوا هذا تاريخ الكوفة شلون تاريخ مجيد شلون تاريخ عظيم شلون تاريخ مبارك التشيع وصل من الدنيا كلها ببركة الكوفة ومن الكوفة لعلم الإخوة يعني كوفة مو مدينة سهلة المقصود يقول أمير المؤمنين لما بعثني رسول الله إلى اليمن طبعاً ما وقت رجع من اليمن بحجة الوداع قبل حجة الوداع المام علي رجع وصار بعد ذلك غدير خم إلى آخر فبآخر حياة النبي دز لما بعثني رسول الله إلى اليمن قال يا علي لا تقاتل أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام النبي قال للعلي والإمام علي يقول وأيم الله لئن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس هاي طبعاً الحديث المعروف اللي كل احنا حاضي ونقوله أنه إذا تهدي لك واحد تجيبه للطريق خير لك مما طلعت عليه الشمس وتطلع عليه الشمس الكون كله والكون كله يستفيد من الشمس فتوقع هاي الشمس ونفوائدها إذا تهدي لك واحد تتحصل يعني خير لك من الدنيا كلها طبعاً هذا طبعاً بقية روايات أهل البيت هموارد مثلاً من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً نقارب الروايات يسأل الإمام يقول له من أحياها من يد الإمام يقول له من غرق أو من حرق إذا واحد يحترق تنقذه أحييتاً شوف شوف السهد هنا أنا قريب من هذا فكأنما أحييت الناس طبعاً خير لك مما طلعت عليه الشمس أكثر مما أحييت الناس لأن ما طلعت عليه الشمس مو بس الناس وإنما كل شيء يعني هسه هاي شوفوا ليش أقول هي درجات هي شنو درجات ونحيا فكأننا نحن جميعا قال من حرق أو غرق غرق مثلاً واحد غرقان طلع محترق تنقذه فكأنما أحييت الناس هذا السائل قال للإمام قال له يا ابن رسول الله بس هاي الآية تشمل إذا واحد ينقذ إنسان من ضلال إلى هدى من ضلال إلى هدى هذا هم إحياء يومو إحياء الإمام عليه السلام قال لذاك تأويلها الأعظم تأويل الآية الأعظم طبعاً واحد تنقذ من الشياطين تنقذ من المنحرفين من الضالين من الدجالين من 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 جبل الصراط المستقيم فكأنما أحياء الله يكتب لك أجر واحد حايل بشر كلهم سبعة مليار بشر مثلاً تكتب لك أجر أكو مشكلة برة أكو مشكلة الغريب ما أحد يحاتيهم من الأخوة لوحد يحاتيهم يعني يقولون ليش شت يعني أخوة البرقاء يؤثرون على المجلس ترى يعني هكذا الإمام عليه السلام يقول لي يقول لي هذا تأويل الآية الأعظم فهداية الناس مو شي سهل هو رب العالمين دز الأنبياء على شنو على شنو دزهم يعني النبي صلى الله عليه وآله شاف مكتوب على العرش شنو على ساق العرش شنو مكتوب إن الحسين مصباح شنو هدى مصباح هدى رب العالمين دز الأئمة على شنو جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يهدون دز الأئمة حتى شنو يهدون الأنبياء يهدون حسين مصباح إنما أنت منذر ولكل قوم هاد قال يا علي أنا المنذر وأنت الهاد صلى الله عليه وسلم أنبياء أئمة مشروع هداية فليهدي لواحد خير له مما طلعت عليه الشمس يتحمل مسؤولة تجاهها ويجيبه للصراط المستقيم ويطلعه على الشمس أخوة شنو من درجة شنو من منزلة شنو من مقام شنو من ثواب حقيقة والله يعني القضية مو سهلة والله مو سهلة شغلة كبيرة كل شيء كبيرة لعله بالكلام من يفهم أهميتها بس من حيث الواقع خير لك مما طلعت عليه الشمس يعني ذا تهدي لك واحد خير لك من الدنيا كلها شايفت شاية شكبرها عند الله تعالى هذا مثلا موجود بالروايات الشريفة بعد هذا هم لقيت لتكمل أيها الأحبة هم بنفس هذا اللفظ أنه خير لك مما طلعت الله يعزكم التفتولي يعني هو مرتبط بهداية الناس وبنفس اللسان أنه خير لك مما شنو مما بس هنا نشنو الزهراء تبين عليها السلام رواية عن الصديقة الكبرى خلنا تبرك بذكرها سلام الله عليها الزهراء تبين فضل العلماء اللي يحافظون على إيمان الناس على استقامة الناس يقوون قلوب الناس عقيدة الناس من بعد ما تزعزع من الشياطين وشبه الشياطين وأبناء الدنيا اللي يشتغلون للنهار شغلهم يعبر عننا القرآن الكريم مكر الليل والنهار مكر الليل والنهار هس هذا القرآن أقول هس هذه آية أنت إذا مو آيخ وقل لي هذا أنت تريد تخلق لي نظرية المؤامرة تقشمرني بيها وتخليني دايخ بيها وتريد تخدرني الدين أفيون الشعوب وأقول على القرآن الكريم ما تشيقول يعني مو أنا إذا تعتقد القرآن الكريم القرآن عبر عن أعداء الله مكر الليل والنهار يعني يعملون ليلا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم خلوا يعني يعقدون مؤتمرات بأماكن سرية خلوا بها وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم يعني كل مؤتمرات بشكل سري يشتغلوني خططون والقرآن ترهم ذكر يعني بعض طرق تخطيطهم شبابنا يكون يصيرون واعين أنا أتخطر آية القرآنية أن تشير إلى ذلك أنه بزمن النبي صلى الله عليه وآله اتفقوا نصارى اليهود ما دري اتفقوا بيناتهم أنه الصبح ندخل بالإسلام بالليل نطلع تفقوا بيناتهم ليش بالليل نطلع قالوا حتى نزعزع عقيدة المسلمين على أساس إحنا ندخلنا آمنا بمحمد لما دخلنا شفنا الإسلام بداخله شنو خاوي يتبس شعاراته داخله هذا فمن نطلع بالليل كأنه إحنا اكتشفنا أنه الإسلام باطل من الداخل الإسلامي مو من الخارج فراح نزعزع عقيدة المسلمين قال القرآن هم ذكر هذه المؤامرة ذكرها للنبي قالوا ذولا راح يدخلون الصبح يطلعون بالليل حتى إذا عندك مسلم عقيدة شوية ضعيفة يقول ذولا لابد اكتشفون على غلط وتركونا وهم دخلوا بالإسلام لهم اكتشفين الإسلام صح وذولا أهل كتاب مو مثلنا أميين ذولا أهل كتاب يفتهمون قارين فمن دخلوا بالإسلام شافوا لابد غلط فتركوه إحنا هم خلي شنو إحنا هم نترك مثل هم يعني بالنتيجة هم يشتغلون هم هتش كانوا يفكرون هتش كانوا يسوون يعني قضية مو سهلة يعني يخلون مخططات يخلون كذا ويشتغلون على أساسها زيان من يقف بوجه كل ذلك بعد الأنبياء أخوه على رأسي الأنبياء الأئمة بعد الأئمة يعني أقصد بعد الأئمة استغفر الله مو الزمان يخلم من الأئمة مثلا زمن غيبة الإمام عليه السلام من يقف العلماء العدول العالم المستكمل للشرائط العالم الشنو المستكمل للشرائط هتو تقول شو أنا عرفه عجيب أنت الدكتور الزيان تعرفه تميزه عن الموزين وانت المهندس الزيان هم شنو تعرفه هذا بيتك وذاك صحتك أشابس هذا ما تقدر تميزه ليش ما تميزه هو هم ميزه مثل ما تميز ذاك واتميز هذا هو هذا هم ميزه العالم المستكمل للشرائط العادل التقي الورع عالم حقيقي هو هذا اللي يحفظ الناس بزمن الغيبة وإلا من يحفظ الناس من الشبهات من غيرها من المخططات من الشغل لأننا نحن أتباع آل البيت من الذي يدافع عنا عن أيتام آلي محمد غير العلماء ولهذا أهم الآن بدأ الشغل على اليمن هذا العلماء تسقيطها مع العلماء هيدرون هم ذولا حصن حسن هاي مو جديدة أقولها أنا مذهب أهل البيت الآن قائم بعلمائه وبشعائر سيد الشهداء الشغل هم الآن على الثنيا هم على شعائر سيد الشهداء هم على تسقيط العلماء وكذا 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 يعني يقول لك ذول إذا ضربناهم خلاص بعد الشيعة شنوعدهم يعني يدعو عن نفسهم بعد إذا تهدي واحد خير لك مما طلعت الزهراء عليه السلام هنا تتكلم عن فضل اليهد الشيعة ويحافظ على عقائدهم ويحافظ على قوة قلوبهم يقويهم ولولا هؤلاء العلماء لعله البعض يضعف ويترك أصلا فش تقول الصديقة الكبرى كما لقيت أيضا بالبحار مجلد اثنيا طبعا هنا المشكلة الرواية طويلة ما أعرف كلها أقراها ما أقراها التعبون مني والله ما أعرف وقتها ما ظل عندي يقول حضرت واي حلو الرواية ينقلها عن الزهراء الإمام الحسن العسكري يو الله الإمام العسكري هم ينقلها عن أمه فاطمة يقول حضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء الإمام العسكري يقول عند الصديقة فاطمة فقالت إن لي والدة ضعيفة وقد لبس عليها في أمر صلاتها شيء صار عدها مشكلة بصلاتها واضح الكلام صار أكو عدها مشكلة بصلاتها حس شكت بشيء مثلا بصلاتها صار عدها شيك صار عدها وهواس صار عدها شمغريني بعد صار عدها مشكلة بصلاتها زين فقالت إن لي وقد بعثتني إليك أسألك أمي عدها مشكلة بصلاتها دزتني إليك يا بنت رسول الله أسألك زين فأجابتها فاطمة عن ذلك ها الدور قام تسأل الزهراء عليه السلام عن المشكلة اللي صارت بصلاة أم هذه اللي جئت للزهراء زين فأجابتها عن ذلك فثنت فأجابت فثلثت يعني السؤال ظلت شنو تعيد مرة أولى مرة ثانية مرة شنو ثالثة زين إلى أن عشرت يعني مرة عاشرة هم شنو حسا واحد يعني يصبر عسائل مرة ثلاثة أما عشرة زين فأجابت الزهراء ثم خجلت من الكثرة يعني يظهر بعدها تريد تسؤل في ومو بعدي ها بعدها تريد تسأل بشنو المنعها الخجل يعني زين فقالت لا أشق عليك يا ابنة رسول الله بعد ما أذيت أكثر من هذا أثقل عليك يعني بالأسئلة وشيو فقالت فاطمة هاتي وسلي عما بدالك صد سلي على شنو مثقلين عليك سلي زين الدورة قالت زين أرأيت من اكترى يوما يصعد أو من اكتري يوما يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه مئة ألف دينار يثقل عليه واحد يطوف تحمل يقول له صعده سطيح مكان عالي وإذا صعده إلك مئة ألف دينار يحس بثقل عليه لو ما يحس ما يحس ليش ما يحس لأن المبلغ شنو عالي كلش أصلا ما يحس بثقل يقول لك حتى ذا عندك بعد أنا هم شنو مستعد أصعده المبلغ قوي فالزهراء ش تريد تقولها ش تريد تقولها الزهراء تريد تقولها أنت كل ما سئليني وأني أجاوبك الأجر مالتي شنو شبير عند الله شون الثاقل من أجر كبير الليطيني شون دروس هذه زين قالت لا المرة لا ما يتعب فقالت اكتريت أنا لكل مسألة الزهراء تقولها من مساء الليش هاي بأكثر من ملء ما بين الثرى إلى العرش لؤلؤه فأحرى ألا يثقل علي آي سؤال من الثرى المن للعرش لؤلؤ على إجابة شنو أسألتك أنا أحصل من الله تعالى فما أحس بتعب سمعت أبي صلى الله عليه وآله يقول هنانا رح نوصل هنانا رح نوصل انتبه لي سمعت أبي يقول إن علماء شيعتنا يحشرون علماء شيعتنا علماء شيعتنا شب والآن قد أكوحش على العلماء ونتحداكم وتجيبون رواية تمدح العلماء أو نتحداكم على التقليد ونتحداكم وبس يتحدونا قاعدين من الصباح للليل بس يتحدونا بس يتحدونا قاعدين نركب ونص بس يتحدونا أسأل على شنو تتحدونا هم ما أدري إحنا شنو بحلبة مع الصراع تتحدونا تحدي على شنو تحدي شنو قتال عندنا هنا إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف حل من نور ألف ألف حل يعني مليون من شنو هاي الحلل من نور يخلع على العلماء اللي يرجدون العباد ويحافظون عليهم وعلى معتقداتهم من شياطين الجن والإنس رب العالمين يتجازيهم زين مولانا إلى أن تقول ثم ينادي منادي منادي الله أيها الكافلون لأيتام آل محمد كذا وكذا 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 إلى أن تقول الزهراء تقول إن سلكة من تلك الخلاء هاي الألف ألف فرضا خيط منها من هاي الخلاء اللي تعطى للعلماء لأفضل مما طلعت عليه الشمس ألف ألف برة تقاعد شوف الحجي شنون شوف فضل هداية العباد شنو تقوية قلوب المؤمنين شنو جزاء عند الله فضل عند الله مكانت عند الله تقوية تقول شيء بسيط من هاي الحلل اللي تعطى للعلماء خير مما شنو مما طلعت عليه الشمس ألف ألف مرة لأنهم أرشدوا عباد الله وحافظوا على دينهم على معتقداتهم على وجودهم على شعائرهم الصحيحة ولولا ذلك إخواني احنا نضيع ترى أكمل بكرة الوقت راح لولا قلم العلماء ولولا منابر الحسين ولولا وجود الأخيار وأهل الاطلاع وأهل الاختصاص مضيع 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 هويتنا هم مضيع هويتنا هم مضيع بس إحنا باقون بهالمنبار وباقون بهالقلم مع العلماءنا خلال ألف سنة من زمن الغيبة إلى اليوم يعني من النواب الخاصين الأربعة إلى النواب العامين لما الكليني ولما الصدوق ولما الطوسي ولما وأن تصلنا روايات أهل البيت وعلوم أهل البيت ونبقى على مذهبهم الشريف الطاهر وأن جهود وجهاد أولئك الأبطال الكرام الكبار إحنا بقينا فشوف ذولا رب العالمين هم شون يعطيهم وتزديد أهل البيت هم لهؤلاء محرز الشيخ الصدوق بكتابة كمال الدين وتمام النعمة بمقدمة كتابة سألوا غير الشيخ الصدوق أنا أحلام ما أحكي على المنابر أنا يوم أحكيت أحلام أحكي قرآن وروايات وصعد المصادر بس لأنه الشيخ الصدوق كاتب أحكي يعني الشيخ الصدوق ركن من أركان علمائنا يعني موفا الشيخ الصدوق يكفيه أنه ولد بدعاء إمام زماننا ما أدر تدروني ولا بدعاء إمام زماننا ولد يعني صار الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق في مقدمة كتابة كمال الدين يقول شفت الإمام عليه السلام الثاني عشر وقال لي أكتب بالغيبة يقول بالمنام شفته قال لي أكتب كتاب بالغيبة أقروا مقدمة كمال الدين وتمام النعمة أقروا شوفوا تأكدوا راجعوا وراي أنتوا شوفوا كلامي دقيق لا من جيبي الكتاب مطبوع كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق مطبوع أقروا مقدمة شوف يقول إجاني الإمام بالمنام قال لي أكتب كتاب في الغيبة حتى شيعتنا لا يكونون بحيرة إن هم العلماء مسؤولين عن الشيعة في زمن الغيبة من مسؤول فيقول قلت لا أنا كاتب بالغيبة يقول قال لي لا أكتب بالغيبة المرتبطة بسنن الأنبياء هاي اللي أنا تكلمت بها السنة عشرة محرم عشر تيام سنن الأنبياء والإمام المهدي عشر ليالي سولفت بها قال لي سنن الأنبياء وغيبت بهاي أكتب الشيخ الصدوق يقول فكتبت كتاب كمال الدين وتمام النعمة قعدت كتبت هذا الكتاب ألفته والإمام طلبه مني يعني أكو تزديد يوم ما أكو تزديد أكو تأييد يوم ما أكو تأييد أكو عين ترعى بإمكانكم مراجعة المصدر مقدمة كمال الدين وتمام النعمة شوفوا الشيخ الصدوق شون يقول رحمه الله أكو تأييد أكو تزديد أكو عين ترعى هؤلاء الشيعة أهل البيت أكو إمام زمان يرانا ويرعانا ويسدد علمائنا وحتى السفينة تبقى والراية تبقى إن شاء الله إلى أن نسلمها سالم صافيا إن شاء الله هسا تقول لي هذا كلامك شن ربط بالحسن أقول بكرة يدين شن ربط بالحسن بكرة يدين أكو ربط بالحسن يوم ما أكو ربط بالحسن هذا وأجيله إلى الليلة الآتية ونحن وما طلعت عليه الشمس أستحنا الآن بالأمر الأول ما خير لك ما طلعت وهو الهداية وما يترتب على الهداية من جزاء هذا اليوم كمناه بكرة نكمل بقية الموارد البحث بآخرة بدأ يصير جميل يولا بدأ شوية ما درش لونه انتهى شوية أحسن وإن شاء الله كل ما نمشي به يصير أفضل بعون الله تعالى اليوم العائلة دخلت إلى الشام العائلة وشلون شلون دخلت إلى الشام وويلوا على الشام زين العابدين كانت ثلاث مرات يكررها الشام 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 لأن بالكوفة صح أهل الكوفة بذاك الوقت طبعا يعني شغلتهم ما ينطلع بيها بصراحة يعني ولا يتبرر لها ولا يسولف بيها يعني ذولاك ذولاك الخذل والحسين أقصد مو هؤلاء الكرام الآن الأبطال الأشاوس الشيعل الخلص الآن أقصد ذولاك يعني شغلتهم يعني كسرت وجه يعني والله 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 كسرت وجه شنون ما تريد هذا ما إلها يعني علاج أبدا أي واقعا بس مع ذلك من دخل الضعن ما ركصوا ولا غنوا ولا واحد هن الثاني قام يبتون قلت لهم السيدة والإمام زين العابدين هم قلهم أتبكون وتنتحبون فمن الذي قتلنا مع ذلك ما شمت وقام يبتون الكوفة قام يبتون أما مولانا الشام 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 العائلة مشتفة والنسوان صار لها هلقد وقت من بلد إلى بلد من ظالم إلى ظالم أنت السافر من مكان لمكان وجهك يتغير ملابسك بسيارة تمسافر بطيارة تمسافر من ترجع لبيتك قبل تروح تسباح تغير ملابسك شوي ترتاح حد شعدي اليو لاعم من توصل لبيتك أنت طاير بطيارة وماكل وشارب ومرتاح توصل لبيتك وجهك تعبان ملابسك عليها وعثاء السفر بس لتغير ملابسك لريد ترتاح ذب ماء تشرب لك استقانة شائبة لريد تغير جو السفر صعب توقع هاي العائلة مجتفة من يوم هدحش محرام الواحة السفر وبحرارة الشمس ومن ظالم إلى ظالم ومن خرابة إلى خرابة ومن صحراء إلى صحراء الله ومن صوت الصوت ومن شتم الشتم ومن ضرب الضرب اشتاير بيها العائلة يعني توقع اليوم من دخلة للشام وبعد هذا كله يستقبلوها لابسين حمر الجماعة ولابسين صفر ولابسين ويرخصون زلم ونسوان وواحد يقول للثاني أيامك عليك مباركة بمقتل الخارجي ام لاحظ او دخلة هاي النسوان المشتفة بسوك كلها يرقص ويصفك توقع شنو حال الأطفال والأيتام والنساء يعني يمك تبعد ولهذا زنب صاحة هنا يا أهل يهل الحمية يهل الحمية يهل الحمية يغوت فاطمة لحق علي يا أخوة فاطمة مو السادة يقولولا أخو فاطمة يقولولا مو يحشموا للسيد صاحة يا أهل يا أهل يهل الحمية يهل الحمية يغوت فاطمة لحق علي تعال شوفوا أنا شطاير بي يا أهلي والله هلي لو وصلكم خبر مني بكم لا يرد ويخي بظني اخذوا أثر دربي ونجدوا عني هلا هلا يهل الحمية يا أهل الحمية يأخذوا أثر دربي ونجدوا عني نجدوا عني نجدوا عني نجدوا عني يا أهلي طبيت الشام الشام واحد يبارك للثاني يقول شفت الناس فرحانة قلت لأهل الشام عيد لا نعرف شو ذولة واحد يبارك للثاني لابسين ملابس الزينة يقول شفت لي شيخ منطي وجهة على الحايط يبكي يجيت قلت للناس فرحانة وانت تبكي قل لي يا هذا لا تركني وشأني ش عندك وياي يدروح فرحوا يا الناس شن لك شغل بيا انت قلت لأ والله ما تركك إلا أعرف سبب بكاءك الناس ليش فرحانة واحد صفر ما عدنا عيد احنا المسلمين قال لي يا رجل انت منه قلت لأنا ممن سمع حديث النبي وراء النبي قال يعني أعتمنك يقول قلت لأأتي مني عهد مني اعتمني يقول قل لي يا أزهل يا أزهل شوف ذاك الباب قلت لأ نعم قال لي ذاك اسمه باب الساعات الآن راح يدخل منه رأس الحسين ابن رسول الله وراح يدخل من ذاك الباب بنات رسول الله أي عيد يا سهل أي عيد انت تقول أنا شايف النبي ذني بنات النبي راح يطبن من هذا الباب يقول اجيت إلى باب الساعات شفت الضحن أقبل أمامه رؤوس على الرماح رأسه أبو السجاب حج يوجع القلب والله يعني فوق فوق الحبال وفوق السبيروس آباء هن مقطع أمامهن الله أكبر يقولوا شفت امرأة خفرة بس مجتفة دولاب الدهر فارها بس مبين عليها عزيزة مع فرد دولاب الدهر مبين عليها عزيزة وكريمة يقول شفت هالناس تباوح لها داير ما داير ها وهي تصيح شمال الناس تتفرج علينا يابا شمال الناس تتفرج علينا وعمت عين ليصد بالعين لينا يابا يغسل قول لانميت ولي اينا ورازع للرموح لانا يتفك يقول انا ظلت اباوع منوها اللي امرأ قلتلي تليش تنظر الى بنات رسول الله قلت لها سيدتي انا متأذع ليكم قلت لا انا زينب ذاك امامك زين العابدين روح شنفويا يقول جئت العلي ابن الحسين شفت لابس ثوب احمر قلت يا سبحان الله مثل هذا اليوم علي ابن الحسين لابس ثوب رقبت طوق من داخل كل مسامير شما يتحرك هاي المسامير تأذي رقبة الامام يقول وصلت يما سمعت يقول وانا الطارش لياخذ سلامي ويوصل الهلي وقومي وعمامي وين عز بني هاشم واسفع عليكم بني هاشم والله يابا وانا الطارش لياخذ سلامي ويوصل الهلي وقومي وعمامي ويقل هالجام معاكلة عظامي يابا يقل اجام معاكلة عظامي ويقل احسين ابويا نشت الغامي احسين احسين ابويا 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 نشت الغامي وزيان بعمتي بحاجة محامي زيان يا يا بزيان زيان اباه اجد محامي يقول قللي يا سهل جاوزت الوقت يقول يا سهل عندك ثوب قديم قلت لا انت تطلب ثوب قديم انت 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 ال ESjak Bertrand الناس انتو شربين الناس انتو اهل محمد اهل الكرم تطلب ثوب قديم قل لا ايه والله اريد ثوب قديم شا تسوي بي يا علي ابن الحسين يقول قل لي اضعه تحت الجامعة لقد اكلت عنقي اكلت عنقي هذه الجامعة يقولوا اسمح زينة بسلام الله عليها انا فرد ضحوية بقدي تقوم وهلي انا فرد ضحوية تقول له للشام انا فرد ضحوية بقدي تقوم وهلي وهلي وجنمو بتفاطمة ولا بتعلي عافية بيك عافية بيك أنا فرد ضحوية فرد ضحوية وقدت دومي قومي ولي وچنموا بدفاطمة ولابد أقرأ لك بطور الشيخ الكاشي الله يرحمه أنا خدامي الحسين أنا أحب أقرب طورهم أجيب أسماءهم سيد جابر أغائي غير من خطباء أنا أحب أقرب أطوار الخطباء حتى من ننساهم لأن ذول منهم عرفنا الحسين الشيخ عبدالوهاب الكاشي هيتش يقرأ هلا بيعد أنا فرد ضحوية وقدت دومي ولي وچنموا بيد ماطمة ولابد علي أنا بيتحمولا وما بقعين دي ولي ولا بقعلي من أخوتي دي الشاي بمحمد وآله بمحمد وآله الأطهار يا الله يا الله شنو قالي لي على مريض ما أدري وين صارت الورقة ها هذه السيد علاء وتوت كاتبين عملية غدا يا الله اللهم صلي على محمد وآل محمد يا الله من عليهم بالصحة والعافية خصوصا هذا السيد وكل مرضى المصابين بهذا الوباء من عليهم بالصحة والعافية يا الله اللهم صلي على محمد وآل محمد كفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنهار بمحمد وآله الأطهار يا الله ادفع هذا الوباء عنا يا الله احفظ زوار الحسين يا الله احفظ زوار الحسين احرسهم بعينك التي لا تنام الآية طلبون الآية بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اكشف كل سوء وبلاء عنا يا الله اللهم صلي على محمد وآل محمد تقبل من المؤسسين اوصل مجلسهم إلى إمام زمانهم اكتبوا في صحايف أعمالهم إلى مواتهم ومواتكم وموات شعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين النهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوان